الحمد لله رب المشارق والمغارب خلق الإنسان من طين اللازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب خلق له زوجة وجعل منهما الأبناء والأقارب تلطف به سبحانه فنوع له المطاعم والمشارب حمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي الغالب وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول المالك الواهب أما بعد قال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر أيها الأحباب قد جعل الله سبحانه وتعالى الصبر جوادًا لا يكبُر وجُندًا لا يُهزم وحصنًا لا يُهدم بيَّن المولى سبحانه وتعالى أن الصابرين في معيَّته وكرامته فقال تعالى وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ كما جعل الإمامة في الدين منوطةً بالصبر مع اليقين فقال وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَتِنَا يُوقِنُونَ بيَّن الكريم سبحانه أن أجر الصابرين لا حدود له ولا منتاب فقال إنما يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب وأتحدَّث معكم أحبَّتي في الله عن نوعٍ مهمٍّ من أنواع الصبر ألا وهو الصبر الجميل وهو الذي يبتغي به العبد وجه الله تعالى لا يُرَائِي به الناس حتى لا يقولوا أنه جزع وما تحمَّل البلاء بل يقولوا صابرٌ محتسب فهذا ليس من شأن المؤمن اللهم اجعل عملنا كلَّه خالصًا ولا تجعل فيه لأحدٍ من خلقك شيئًا يا رب العالمين فالمؤمن يصبر واثقًا بالله مترفِّعًا عن الشكوى فالشكوى نوعان شكوى إلى الله وشكوى من الله ونعوذ بالله من الأخيرة فالشكوى إلى الله لا تُنافي الصبر فرفع يعقوب عليه السلام شكواه إليه فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ورفع أيوب عليه السلام شكواه إليه وأيوب إذ نادى ربَّه أني مَسَّني الضُّرُّ وأنت أرحمُ الراحمين ورفع حبيبُه عليه الصلاة والسلام شكواه إليه فقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلَّة حيلتي وهواني على الناس أنت ربُّ المُستضعفين وأنت ربِّي إلى من تَكِلُني؟ إلى بعيدي يتجهَّمني؟ أم إلى عدُو ملَّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ عليَّ فلا أُبالِي فلا تَكُنُوا الشكوى إلا إلى الله أما أن تشكو قضاء الله وأقدره عليك إلى الناس فأنت تشكو الخالق إلى المغلوم ورحم الله القائل لا تشكونا إلى الخلائق إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمُه وقال أحد السلف من شكى مصيبةً نزلت به لغير الله لم يجد للعبادة بعد ذلك حلاوةً حتى يتوب إلى الله فعلى العبد أن يصبر على مُصيبته ويرضى بقضاء الله وقدره ولا يسعب قال أبو مسعود البلخي رحمه الله من أصيب بمصيبة فمزَّق ثوباً أو ضرب صدراً فكأنما أخذ رمحًا يريد أن يُقاتل ربه فلابد من تجنُّب هذه الأفعال الجاهلية التي تُنافي هدي سيِّد البشرية عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يُصيبه أذى شوكةٍ فما فوقها إلا كفَّر الله له سيِّئات وحُطَّت عنه ذنوبه كما تحُط الشجرة ورقها فلا تحزن إن كنت في مِحنة فبالصبر الجميل تتحول إلى منحةٍ تلقى الله بها نقياً من ذنوبك وخطاياتك يُحكى أنَّ امرأةً من العابدات عذرت وهي تمشي فانقطعت إصبعه فضحكك فقال لها من معها أتضحكين وقد انقطعت إصبعك فقالت حلاوة وأجرها أنستني مرارة ذكرها كانت أمُّنا عائشة إن أصابتها حُمَّة تضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يعفو الله أكثر أوما سمعت قول الحق تبارك وتعالى وما أصابكم من مُصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه العفو الصبور لا يستعجر في معاقبة العاصين وتأديب المذنبين لا تضرُّه المعاصي وهو الآخذ بالنواصي إذا قابلته بالجفاء قابلك بالإحسان وإذا واجهته بالعصيان أقبل عليك بالغفراء قال عنه حبيبك محمدٌ صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط قال شريح القاضي رحمه الله إني لأصاب بالمُصيبة فأحمدُ الله عليها أربع مرات أحمدُه إذ لم يكن أعظم منها وأحمدُه إذ رزقني الصبر عليها وأحمدُه إذ وفَّقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب والاسترجاع هو أن يقول العب إنا لله وإنا إليه الرجع وأحمدُه الرابعة إذ لم يجعلها في ديني اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أحسنت يا إسلام ربنا يبرك فيك م شاء الله يوفى من ذلك الصبر الصبر على إيه؟ على كل شيء على كل شيء سواء كان صبرا على المعصية طاعة أو المعصية أيوة أو على البلاء أو على البلاء أحسنت يا إسلام ربنا أحسنت يا إسلام ربنا أحسنت يا إسلام ربنا